بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى مكرم ان شاء الله النهاردة بنكمل الدروس التعريفية البرامج الجرافك النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ادوبي الاستليتور ادوبي الاستليتور هو واحد من برامج شركة ادوبي والبرنامج ده خاص برسوميات او الفيكتور يعني ايه الفيكتور يعني ايه الرسوميات يعني البرنامج ده بيتعامل مع لينات ما بيتعاملش مع بيكسل يعني انك مهما قبرت التصميم بتاعك اللي انت عملته على الاستليتور مش هتلاقي فيه اي تشويه او اي دستورشن في البرنامج الاستليتور فبالتالي البرنامج ده بيبقى عملي قوي في تصميم اللوحات الكبيرة اي اي حاجة ضخمة فبالتالي الاستليتور بيبقى حل كويس قوي انك تعمل عليه التصميم ده طيب بيعمل ايه هي اشكال الصور اللي بتعامل معها الاستليتور او ايه هي الاعمال اللي بيقوم بها الاستليتور زي ما احنا شايفين صورة زي اللي موجودة على موقع الشركة في ادوبي بعض الاعمال هتلاقوها في نفس الصفحة بالشكل اللي احنا شايفين وده زي ما احنا شايفين تقدر تبحس في جوجل تكتب كلمة فيكتور هيطلع لك الاعمال اللي بيقوم بها برنامج ادوبي الاستليتور وادوبي الاستليتور بيتعامل مع ملفات الاي اي والاي بي اس ودي ملفات بتحفظ الجودة والكواليتي بتاع ملف العمل بتاعها بعكس برنامج ادوبي فوتشوب اللي بيتعامل مع البيكسل والبيكسل لما بتغير في حجمه بيكون اكثر عرضة ان هو يتشوه او تلاقي الشغل بتاعك مبكسل طيب شركة ادوبي طبعا وفلت لنا لينك ما بين برامجها يعني انك بتقدر تشتغل على اي برنامج من برامج ادوبي وتعمل كوننكت بين البرامج طبعا برنامج ادوبي فوتشوب مش برنامج منافس للإستليتور ولا حاجة بالعكس البرنامجين مكملين لبعض ولازم عشان تدخل مجال من الحاجات الاسسية عندك برنامج ادوبي فوتشوب وتاني حاجة وراها على طول ادوبي الاستليتور وتالت حاجة ادوبي اندزاين لازم التلات برامج دول يبقوا معاك لان في السوق هم اكتر طلب لانك بتقدر تشتغل من خلالهم في اي وكالة من وكالات الدعاية لان هم دول اللي في السوق الاكثر طلبا والافضل في الشغل فبالتالي انا لو رسمت مثلا دايرة او اي شكل على الاستليتور بالشكل اللي احنا شايفينه دا طبعا برنامج الاستليتور دا برنامج يعني المفضل في شغل اللجوهات وبرضو بيستغنبوه في شغل المتبعات دا طبعا حسب ما ترتاح تمام فلياكن مثلا ايه ولياكن انا عندي الشكل دا تمام طيب انا الشكل دا اني اعتبر ان دا مثلا ولياكن لوجو فانا عايز اودير برنامج الفوتشوب بسحبه بالشكل دا على الفوتشوب باكون فاتح ملف العمل بلاقيه على طول نزلي في مساحة العمل اللي احنا شايفينها دي طيب دلوقتي هو نزلي في برنامج الفوتشوب بلاقيه متحول سمارت اوبجيكت ومكتوب فيكتور سمارت اوبجيكت لما بعمل دابل كليك عليها بالشكل اللي احنا شايفينه دا ومسلا لو انا اا غيرت اللون بتاعها وعملت كونتو انترول اس ورجعت تاني الفوتشوب على طول بلاقيه دايريكت حصل له الابديت اللي انا عملته في برنامج الادوبي الاستيليتور فبالتالي في لنك في ربط بين البرامج وكل دا بيساعدنا في الشغل طيب تعالوا بقى لو انا خدت كوبي منه تمام وحولته لصورة عادية جوه برنامج الفوتشوب وجيت صغرت الرسمة دي بالشكل دا قلتولو انتر بعد كده قبرتها بالشكل دا اللي احنا شايفينه دا طبعا فهمتوا الفرق بين برنامج الفوتشوب وبرنامج الاستيليتور دا اهم فرق ان الاستيليتور ملفات واللي هي الاي او الاي بي اس او بي دي اف بتحافز على الكواليتي بتاعها فبالتالي مفيش هناك قصه الريزوليوشن لان انا مش محتاجه انما الفوتشوب بيتعامل مع بيكسل شايفينه المربعات الصغيره دي المربع دا اسمه بيكسل يعني مربع متساوي الاضلع يعني لو اضلع دا واحد سنتي هتلاقي دا واحد سنتي دا واحد سنتي دا واحد سنتي فبالتالي حتة انك تكبر وتصغر فاكيد هيحصل له تشويه او ديستورشن زي ما احنا شايفين دلوقتي مبين ملف الاي اي اي و مبين ملف الفوتشوب طبعا الفوتشوب بيتعامل مع الصوره زي ما بتخشله يعني لو دخلت له صوره الريزوليوشن بتاعها 100 غير لما بتخشله صوره الريزوليوشن بتاعها 300 انما الاليستوليتور لما بتشتغل عليه اي اي ملف مهما كبرت او مهما صغرت هو محافظ على الكواليتي بتاعه فبالتالي دا مطلوب قوي ودلوقتي تقدر تصمم عليه البروشورات تقدر تصمم عليه الفلاير نفسه نفس شغل الفوتشوب حتى الادوات مش بعيدة تقدر تصمم عليه لجهات انا عن نفسي انا بصنم على الفوتشوب لان انا مرتاح عليه اكتر يعني هي مسألة دلوقتي مسألة انت بترتاح تشتغل على ايه طبعا انت مزبط مقساتك والريزوليوشن والشغل بتاعك كله تمام فبالتالي البرنامجين معاك تقدر تشتغل على اي واحد فيهم بس طبعا زي ما احنا شرحنا في درس الفوتشوب فوتشوب مجالاته اكبر كشغل انما الاليستوليتور يعني هو فيه جزئية معينة اللي هي الجزئية الخاصة بالرسوميات او الاشكال الفيكتور دا كان درس النهاردة اللي احنا بنتعرف فيه على ادوبي ونصيحة اللي ما بدأش يتعلمه ويحاول يشوف كورس ويتعلمه لانه برنامج مهم جدا وسهل استخدامه جدا في عمل الشعارات او اللوجو اسهل من الفوتشوب وفعلا برنامج قوي لازم الناس تتعلمه والنهاردة درسنا خلص استنوني درس الجاية ان شاء الله حنتكلم عن الاندزاين اشوف كورس ويتعلمه